السلام عليكم من زمان ما سجلت الأمانة يمتع بني سنابي عرف اني سافرت حين رجعت لكني امر جعت حسيت ان الوضع يعني ما ما دي شرون اصور ولو انا بدأت بهذا المقدمة عشان اقدر ابدأ لو ما صورت هذه المقدمة ما اقدر ابدأ خلونا نبدأ مقطع اليوم كم اشتقت اليك يا ايه السيرفر واضح ترقيعي وما سافر هلا كرشني تاكفاء كرشني يعني ناقصنا إذا جيك طاقة وحماس انك تصور يعني ما شاء الله الله ملك الحمد فكلاق اخيرا خلونا نشوف شكل البيت قبل او شكل الجبل قبل شوفوا كيف الشكل قعد افكر اني اضبطه من الحين الفكرة اللي في بالي والشي فافكرني اضيف ليبس واضيف اشياء ثانية واضيف الخشية بالبرسقالي لما عندي منه كثير ويكون شجر كذا طالع على ال ما ادع شوان اشرح لكم عندي برضو جتني فكرة ان اضبط البنك الحين يصير البنك جاهز باذن الله لكن يبغى لك كم شغلة كذا شرائك اللي يشوف المخطة ما اشترك الحين شرائك علمني يعني ما بقي شاي تسعمائة الفي شباب ما تأيدني السيرفر شكرا لك تيس شا غريبة تصير فسبون ايش ذا خلونا نشوف تغيرات لي صارت فسبون يعني في الفترة هذه توقع ان في لعبة لعبة هيش ازا كذا لعبة ريفليكس اتوقع هذه كنها القولف حق ريفليكس اتوقع انها هي والله في اشياء كثير انا للحين ما سوت لعبة ما ادريش قاعد تسويش صراحة نروح محل الجزر ونشوف كم واحد شراء من محل الجزر اوكي اوكي هنا هنا في واحد كروكون وماخوذ منها اربع ستاكات المفروض ان هنا في حبة كروكوين ثانية ها الو مزروف استاك يا شباب لا لا مزروف استاك ايش ذا ايش فيه يا شباب من يزرف استاك شابك تولي الكومنتات من تتوقعون هذا الشخص من تتوقعون هذا الشخص اللي زرف والله اللي ما ادري مين صراحة يب خلونا نشوف من محل حقنا اه ما توقع ان في حتشارة صراحة بس خنشوف اه ليه الحين ما حتشارة اوكي اشتاء شكرا لك على التوصيل السريع من سبيت انا قدت شو باكتب هنا كتب اكتب اي بانر تبغى اكتب هنا الطلب حقك وباذن الله اني بسويلك لكن هنا تفاجأت بسبيت يعني اتوقع اني عطيتها ما دي هو صوره ولا لا ولا كان بث مباشر بسني عطيتها البنارات كاملة اللي سويتها قبل اللي هي 64 من كل حبة 4 حبات من كل شيء ما نواخذ ولا شيء يوسا احتر يوسا احتر الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 83 14 اووووو ابيooh isimon 44 IL i 93 90 91 satisfaction 91 75 67 ns أو البنك أوكي ريفليكس بعد عدل في هذا كان هنا محل الصوف حقي وعدل بالشكل خلونا نحين نجمع الكمية الكوارتز اللي هنا ونرجع لكم بإذن الله لأنه لازم أنه في الغلب قال هذه العشوائية دي مي بزينة رصاصية هذه أوكي حق الثضاء بس مي بزينة أنها عشوائية لو كانت منظمة ماشية كذا بيكون أفضل وبرضو هنا لازم نضيف أشياء وما نخليه جدار زي كذا أبطر لنا نكمل الأشياء الداخلية اللي هنا لأنها بتخرب المكان مثل ما تشفون هذه اللي هنا وهذه اللي هنا واللي فوق تخرب أم المكان إذا كسرناها فنفطرنا بس نسوي هنا كمية بسيطة توقع هذه تكفي لا يبغالي إضافة شوي بس توقع أن هذه تكفي فأخلونا نضيف هذه الأشياء ونكمل اللي بدنا رقوا خلنشيل هذه بعد لأنها ممخربة ذكرت أنها الأشياء مطيح أنا ما دلش حطفالي نطيح حاليا ماذا بسوي يعني تشوفون كمية مطبيعية من الكوارتس اللي معي بقية مستاكين 14 حبة تقريبا مايس لابس وهذا بس من هذا المكان من الساحة الأمامية فقط لا غير يعني في أشياء حتى بشيلة من البكات عشان أضيف الإضاءات لكن والله شلت شيء مطبيعي لو شلت الأشياء اللي داخل اللي هنا واللي فوق أطلب 5-6 ستاكات من الكوارتس يعني بكون وفرت شيء خرافي خلونا نشيل هذا الأشياء حاليا ونضيف خلونا نضيف أو شيء غلاس نشوف كيف الشكل بيطلع غالبا يعني لأننا بنحط هذا الشيء هنا اللي هو خنجرب زي كذا ما دي كيف بيطلع صراعا بس خلونا نحط أبع على فوق حلو توقع كذا بتكون أفضل والله العالم يعني غالبا غالبا بتكون كذا أفضل فخلونا نتذكر هذا المكان فقلت خلونا نسويها زي كذا عشان يعني ما يكون مشكل مثل هذه بلوكات سيئ جدا 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 لا أضطرت أني يسوي هذا الشكل ما أدري هلأ يعني أخليه مع كل الأماكن نفس الشكل ولا لا لما أنا ما أدري يعني بنضطر نكسر بعد هنا قاعد أفكر نخلي القلاس باللون اللايت غري الرصاص الغامق أو الرصاص الفاتح ما ليش وما أدري كيف بيطلع الشكل بسهول عموان كذا أفضل من لقبل مراحل يعني أفضل بمراحل من الأغلب قال رجع النفور وما دع النفور ما راح ترجع لأن هذا أسهل أني أشيله أسهل مسالبة النفور نفور مزعجة مرة وأي حركة فيها تطر أنك تسوي التنزيل موية الزبدة مزعج مزعج مرة والله أنا جدا ما أدري كيف يكون الشكل لأن معنا هنا أين الزبدة هذا الزبدة قاعد أفكر أن يخلي الزبدة زي كذا باللون هذا يكون هنا الباب ما أدري هذا الشيء كويس إلا لا بس يعني أحس لو شلنا آخر حبة يكون أفضل وحطينا فيها كوارت بيكون الباب هنا لو حطينا البطن زي كذا يكون أفضل وحق الخروج بعد بيكون نفس الشيء هنا توقع لازم حطه من جو يب خلي أخلي على كذا لأن راح نكمل هذه الأماكن كل اللي هنا ما أتوقع صراحة أن يكفي هكذا نفطر نسوي نفس الحركة في كل مكان من هذه الأماكن وهل بيكون كويس ما أعزري لأن لازم نكون وهنا نضيف البلوكات اللي قلناها البلوكة الأولى حلو البلوكة الثانية وهنا نضيف هنا في إضاءة هنا في إضاءة فغالبا أن الأمور طيبة إن شاء الله يعني إن شاء الله إن طيبة 1 2 3 4 هنشوف الحين القوة الإضاءة هنا 11 11 10 وبرضا نضيف هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء نضيف الأولى نضيف الثانية وهنا نضيف بعد فيبقي الشكل كذا أفضل مرة قليل ما أبغى تضر أني أذهب من عبادي مع المايكرو كون واجد فأنا لماذا لماذا سواء كذا لا أدري نأخذ الثانية نسوي كذا ويظهر 16 حبة كذا مرة اختصرنا شيء كثير جدا 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 فأنسوي كذا أفضل من سالفة أنك تروح وتسوي أشياء غريبة كذا ما أبغى خلصوا من هذا الجهة شوفوا كيف الشكل أعطوني رأيك في الكومنتات هل هذا الشكل كويس ولا لا وغالبا أن أفضل بكثير من الشكل القبر مستحيل هل عندكم اختراحات أو لا نسويها يعني تحسونها بتجمع المكان هل هذه سالفة الرصاص اللي هنا تشوفونا كويس ولا من كويس يعني مو بلازم نشيلها ما رح نحتاج رصاص صيفة ما رح نكسر بلوكات مربعة كاملة مشكلة في هذا المكان نشوفو كيف مرقع طيب قعد أفكر أن أحط الزوائد هذه اللي على جنب أحطها بلوكة كاملة ليش عشان ما يكون ملتصقة بالبلوكة اللي حولها شوانا كسرت ممدني هنا ما أدر ليش لا لا كذا أفضل والله كذا أفضل يعني ما هي مخربة الشكل ولا هي ملتصقة ولا شي لأن بلوكة ذي كان في بلوكة جنبها تقرب أم الشكل مرة فأمورنا طيبة إن شاء الله طيب للأسف نضطرين نشتري فمنشتري من عبادي غلاس لأننا نحتاج حاليا ما معنا لخمسة والباقي محول للأسف أشوه الحمد لله مع أنها 64 كلها ما نحتاجها بس لازم نخلص المشروع هذا حقنا اللي طول مرة كذ نتناوي أفتتح هذا المكان في الحلقة اللي راحت أو مو بالحلقة اللي راحت لقبل لكن للأسف بغالها أشياء مرة كثير منها الريدستون أوكي أنا هنا حس أن الوضع أوكي أوكي لا متناسق متناسق حس أن الوضع لم متناسق بس صار متناسق الحمد لله يا أخي كنا مباثر والله كنا مباثر مفرض أن نحط هنا أجل خلونا نحط هنا يلا هنا ثلاث هنا ثلاث هنا ثلاث هنا ثلاث هنا ثلاث إذا خلصنا من هذا المكان باقي فوق ما أدو ما أدو ستسوي هنا فوق بس خلنشوف الإضاءة بعض يعني ما تنزع تسعة ممتاز هنا في إضاءات ممتاز غلب قال حط ثرية تكون ممتدة من فوق عشان تنور المكان فنشوف كيف نسويها وش الطريقة المناسبة عشان توزع الإضاءة بنفس الوقت اللي في النص هذي كذلك كنا نرجع أسلاف بس ما نقدر صراحة فبنضطر النوش نسوي نحط الكوارتس كذا نكملها من جوه حل وصلنا الحين إلى المرحلة اللي بيسوي فيها ثرية هذه فحطينا مثل ما تشفون الكوارتس حوال حوالين كلها ستير وهنا نحط الهبر وهنا نمد التشين وبعدها نحط هذا بلوكة فأنا شفي حسيتني دخلت جوها ما دل ليش بعد نجيب القلاس لازم نجيب القلاس كذا اللون حلو أنا صراحة أن أحب اللون هذا اللي هو شفاف معنا بيض يا لايت غري يا وايت ونحتاج نسوي شي اللي هو أنا حديد مرة طيبة نسوي هذه ما رح نحس نسفيد منها كثير أو ما رح نحتاج منها كثير لكن بعدين نرجع شويتين ونحط البلوكة حقنا اللي هو هذا الشي زي كذا ممتاز ممتاز بعدها وش نسوي نجيب هذا الشي ونحط من كل الجهات حق البلوك نكمل على كذا وعلى كذا فالقلاس نحط مع كل الجهة زي كذا حلوين يا رب ما نطيح حاليا جاهز مع كل الجهات ورضو من كل الجهات أو من كل المربعات لازم نسوي هذا الشي اللي هو مع كل الجهتين يعني أصلا ما عندك كل الجهتين تحط فيها فبتطر أنك تحط هنا وهنا وهذه الجهة ما يبديك تحط فيها ولا الأمامية فعلمت الفكرة لازم نحط بلوك كذا ونحط من كل الجهات إلا هذه الجهة اللي ما ما مدري إش حط من تحت بعدها نجيب الاندرود الاندرود الأمامة ما مع كثير فما أدري كيف أستغل هذا الشي لازم أني نحط مع كل الجهات والله العظيم هادي شرم تطلع نحط من كل الجهات هذه يبقى لنا وحدة يا ساتر يبقى لنا وحدة يقطع بالقهر مفروض أني نحط هذه بالكلاس كذا بيبقى لنا وحدة هنا بس والله ودي أزرف من أحد من الشباب بس ما لدأ أي والله أني منقر يا عيال هنا هذا الشكل حلو أن أندرود وأن الإضاءة هذه الصفرة تكون مغطية من كل الجهات بالقلاس بس كهرت ني وعموما هذا هو الشكل حطينا فريا وضبطنا الوضع الحمد الله أفضل من أن يكون ما في شي فوق فتلبية لطلباتكم أغلبكم قال حط فريا فهذا هو ما أدري هل تحسون أنه كويس وم كويس أشوف الشدرز أهلا وسهلا والله الإضاءات هنا يا لطيف طيب ممكن فتع الباب حالو كيف والله البنك صار جميل صراحة يعني بدون شدرز طبع الأشياء اللي فوق ما أشيل أولا رجعها أولا عيش أولا رجعها وأرجع اللي قبل أولا أولا كذا كويس أعطوني رأيكم يعني هذه لاندرود قهرت إنه واحدة ناقصة بس مشكلة طيب وش بنحط هنا يعني مثل ما تشوفون أصلا حط هنا اللي هو القزاز هنا وبنحط جلسات زيادة بس قعد أفكر الحين إنه أشيل هذه وما أدري ما أحط الاتم هنا ولا هنا ولا هنا فشكل شكل في الحلقة هذه غالب الغالب ما بنزلتكم حلقة لوقت أسبوع ما صورت ومنزلتكم حلقة إلا وأنا مسوي هذا الشي اللي هو الاتم لازم يسوي يعني عذروني ترى اللغط اللقب شوي من زمان يعني من خمس أيام أربع أيام شي زي كذا رجعت مسافر وانشغلت مرة قاعد أصور حبة حبة عذروني واشترك وإذا ما أنتم مشتركين وعذروني الأسبوع كامل ما نزلت حلقة ماينكرو لكن كنت مسافر رجعت وانشغلت هذا الكرو كوين اللي معنا هذا وش سالفته شفت مقطع سبيد يعني يقول هل تتوقع سألهم بزرافني إنه ثمانية ستاكات كرو كوين على اللي سويت له وخل نقول البنارات اللي ما يدري عننا سبيد إنه تكرر البنارات إلى ما لنهاية يعني بس تجيب صوف وتحط البنار باللون نفسه وخلاص تكرر لو إيش لو تبغى خمسمائة حبة يعني يمدينا نسوي شي اللي هو كيف نحسب هذه أنا كم سويت له سويت لحبة ثلاثة أربعة توقع أنها أربع وكل واحدة أربع أربع أستكات أو خمس أستكات ماهو عندنا ويضطر لنشتري وتجارة كذا نجيب الكرو كوين كلها ونحطها هنا يعني ستاك وحبة على كل 64 حبة وهنا ستاك حبة واحد ثنين ثلاثة أربعة هذا حقي الباقي راح يرجع لسبيت لأن أخذينا هنا ستاك حبة اللي هي المفروض 63 حبة والحبة الأساسية تأخذ نيكرو كوين فكذا 64 حبة 65 حبة يعني هذا اللي راح يرجع لسبيت كامل طيب خلونا نرجع لسبيت الحين وسلم البضاعة حقتها يعني والله بغالت شميع منطقتها يعني سبيت راح عندي محل طيب راح يمين ونسلم في المكان حقه ألم البوندو هنا بالضبط ونكتب فيه يطيك العافي على تسليم الأمانة ما أدري سميها أمانة ولا لا بس المقسد الكروكوين هذا الباقي لك من الكروكوين نحسن إني طول تسليم الأمانة هذا الباقي لك من الكروكوين نحط الكروكوين هنا أربعة هنا نقص أربعة حبات حق الأربعة ستاكات يبغان نحط بس الليهود هذه الضيء لازم نأخذ منك أنا عاسف يعني لا أخضر والله العظيم نحتاج لون يعني قوي شوي ناس في سبيت بس لازم أخذ من لون ونستطيع نكتب النبي س اللون بس إن شاء الله أن أفهم والله ما أدري أن أكتب لما أكتب عيالة لا 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 ما يحتاج ما يحتاج بما أن ما سوينا شي للحين هنا فقعد أفكر لما أنا خرافي أن أشيل الجبل كامل أكسر كامل وحط أكواريوم اللي هي حوض أسماك كبير كده يا سيري شكلك خرشتني المومن وصلنا للفكرة راح نشيل الجبل من النص من هنا مو من النص من فوق نكسر ونخلي داخل الحوض هذا راح يكون فيه المخلوقات المائية كلها سواء سكويد الأخطبوط الأسماك أي شي راح يكون داخل بإذن الله بس أنه يبقى له شغل كثير فعطوني رايكم هل يسوي هذا الشي لأنني ما راح سويه بدون كب هذا راح يرجع شويتين أول اسم هذا اسمه سلاف فلا أسف أني ما جبت الاسم صح بس ساعة تش نسوي ما كتعرف الاسم لما أنا أول مرة أسمع بحياتي أنا عجبني ذا بس يا ما أحس أن الوضع كذا كويس فعطوني رايكم زبدة هذا برجع بس أعطوني رايكم هل يسوي اكواريوم كذا وهذا داخل جو الاكواريوم أو جو الحوض هذا أنا ما أدري هل هذا الشي صح أم مبصح أنا قاعد أهبد كثير ما أدري أتراجع لكم في فقرة الاتم وأنا أسوي بإذن الله اللحظة سويتها للخطوة الحمد لله أني قدرت أسويها أنا ماد شلو قدرت أسويها نخرب الدنيا هنا هلا خرب الدنيا طيب رجعنا لكم الحين حاليا وش بنسوي بنأخذ الكوارس هذا ما أدري هل منحتاجها كامل ولا لا ما توقع منحتاجها كامل بس بنروح لسبون والروح والله يبغى لي فايروارك شوي وصل لأ خيرا ونضبط الآلة حقتنا الآلة بلوك كفرد ستون والبستن سينا نسويه سوينا البستن الحين نرجع للمكان ونبدأ العملية نجيب أول شي الوايت كاربت هذي وينها هذا الوايت كاربت نحطها زي كذا بعدين نجيب اللي هو الستاند ونحطه زي كذا بس لازم يكون مستقيم من فوق فنضطر نسويها كمرة لما يصير مستقيم زي كذا من فوق يعني همشي من فوق المربع هذا وبعدها وش نسوي بعدين نسوي أو نحط لتشين دروع لتشين هذي بعدين نجيب اللي هو البستن مفروض أن نسويه زي كذا بعدين نجيب البلوك رتستون هذا وراح ينزل البلوكة بعدين نطر نجيب البستن مرة ثانية ونحطه من فوق بعدين نجيب رتستون ونسكرها زي كذا كذا عندنا مثل ما تشوفون كأنه 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 أبس أنه هذا أقرب شي صراحة أنا لقيتها في اليوتيوب وتعبني لأنه يحتاج دروالتين أصعب شي دروالتين أنك تجيبها أنك تحتاج أنك تجيبها من موبس، سكيلتون، راح موب تراب، راح كل شي عجزت ألقاه فالله أعطي العافي سبيت ما أقصر أعطاني ثنتين هذه حتى أنا جايبها من نفسي عشان لو أحتجت كنت ناوي سوي أربعة بس للأسف ما أقدر وبأضطر أن يسوي ثنتين بس من هذه الآلات أو اليتم طيب نضطر الحين أن نكسل من وراء ونشيل هذه بلوكة يفي ترقيع واجد هنا مرة واجد اي طيب الحين نحتاج اللي هو ست حبات سنو واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة طيب الخطوة اللي بعدها نحتاج أن نسويه زي كذا نحتاج أن هذا الأرمر ستاند يكون مستقيم زي اللي قبل شوي هلو اختفى كيف اختفى ذا؟ ليش راح هناك؟ مستقيم حلو الحمد لله أول مرة تضبط على طول طيب لازم نحط الراس من هنا فيطلع الشكل زي كذا بيخرر بالشكل الأمانة، لكن نبدين نضق هذا المكان نبغى نهتم بهذا المكان أكثر شي الداخلي ما من الخارجي أولي على الجنب هذا فهلو تلاحظون هذا كنه طرع شاشة كأن حين بعدها نجيب البستن لازم نحطه على الجهة أوش خلونا نحط بلوكة عشان يكون أسهل لنا نسويه زي كذا حلو زي كذا بعدين ندف البستن وراح يطلع لنا الأرمر كله قرب فسكر المكان تقريبا معدل أطراف بعدها راح نسوي هذا الشي أن نجيب البستن حلوين ونحط هذا الشي حاليا راح يكون راس الدراجون داخل جوه هذا الشي حلو مثل ما تشوفون الشكل شوفوا كيف الشكل مضبوط مرة شكلا ما معنى الكلي اللي يمدينا نسوي فيه الكلي اتوقع ما يمدينا نسوي ستيرز فبنضطر نسوي ستيرز من هذا الشي اللي هو الكوارتز زي كذا وترقيعه اوكي بس اننا يعني لازم نسوي ذا الشي كتاج نحط لي هو هذا الشي الايتم فريم بعدين نجيب سلابز هذه نحطه زي كذا نضغط عليها لما ترقى فوق حلو بعدين نجيب معنى هذا الشي فنضطرنا نحطه تحت لازم سوي بالآلة نروح البيت عشان نروح الآلة اللي عندنا اللي يسمها اللوم توقعنا موجودة عندنا في البيت فبناخذها عشان مس ضبط البنر يا اخي يحس هذا الشكل افضل بكثير من قبل والله افضل بكثير كهذه الآلة بعدين نبدأ العملية حق اسنا فنضطرنا نحط اللون الرصاصي ناخذ من ذلجها نحط مرة ثانية ونحط اللون الرصاصي وناخذ من ذلجها بعدين نحط اللون الرصاصي برضو هذا الشي بعدين اخر واحدة اللي هي الغري يغطي كامل توقعنا هذا وبكذا طلعنا بالشكل اللي نبغاه ان شاء الله ان يكون ضابط بس اوكي كأنه صرافة او كأنه لآلة السحب اللي تحت مش بطاة صراحة وبكذا خلصنا الحمدلله المصيبة ان هذا الكوارت شاطح بس انه نبغى سلابس مو بسلابس معلش ستيرز فبنفطر ان نحط الكوارت زي كذا إذا تمنا جنبه لون ابيض فرقع الموضوع يعني فغالب انه بنحط هنا وهنا يعني واحدة هنا وواحدة هنا يبغى ان نرقع المكان من ورا فعنا اللايت غري هذي هشوف المكان من ورا يا ساتر يا ساتر اوكي حلو ضبطناها بالملي خنشوف خرب الشكل او الشي لا ممتاز 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 بنفطر نسوي بهذا الشكل هنا بعد فما يحتاج ان يسوي في التصوير يعني سنكسر هذا مكان وسوي زي اللي سويناه هنا بالضبط يعطيكم العافية مشاهد ان شاء الله استمتعتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات وشتوون اصوي مشاريع جاية انا في بالي القرية عندي في البيت وبالي بعد ما اخلص القرية اصوي شي خرافي جدا 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 رح يكون في السماء غالب اما رح يكون في السماء اكتبوا لي تحت في الكومنتات اقتراحاتكم ويعطيكم العافية مشاهد ان شاء الله استمتعتوا زر الله لكن لا تنسوا ان الله يسعدكم ولي ما اشترك يشترك فعل زر التنبياد وان شاء الله يطلع هذا المقطع تريند دعمكم شوفكم على خير السلام